شأنه بذلك شأن بلاد يجرفها السيل وتتكالب عليها الكوارث دون أن يكترث لها أحد غير أن هذا الكهل في هذا الفيديو الذي تداوله الكثيرون وجد عونا من السواعد القوية الانتشالة فيما تركت بلاد بمدنها عرضة للغرق الكبير دعوا شوفوا بعينكم يعني النام اليوم النام بالشارع تعووا يا حكومة يا سلطة يا مدري من أمك من ما يكون تعشوفوا ما يكون شايفين موجة أمطار غزيرة تعم المحافظات اليمنية مخلفة أضرارا فادحة في الأرواح والمباني والممتلكات أكثر المدن عرضة لهذه النكبة هي عدن ومأرب حيث تسبب تدفق السيول بالتهام أحياء واسعة في المحافظتين مخلفا وراءه هذا الخراب عدد من أحياء عدن تحولت إلى بحيرات كبيرة من مياه الأمطار ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا قتلى ومفقودين ومصابين ناهيك عن تعطيل شبكتي الكهرباء والمياه وشلل ضرب عددا من الأحياء نتيجة قطع الطرقات وتهدم عدد من المنازل مأرب أيضا كانت قد تلقت ضربة أولى قبل أيام نتيجة عاصفة منطرة وسيول جرفت معها عددا غير قليل من المنازل لم تنتهي المأساة هنا فقد بلغت السيول مبلغها لتصل إلى مناطق مرتفعة في أحياء الجفينة وغيرها نتيجة عدم وجود مصارف للمياه وغياب التخطيط كارثة جديدة تخلف مئات الأسر المشردة نتيجة فقدان منازلها ومخيماتها بمأرب وتكشف عنها شاشة البنية التحتية وغياب التخطيط وانعدام قنوات التصريف في الكثير من طرق السيول يواجه البلد كوارث حقيقية بدءا من السيول وانتهاءا بشبح كورونا الجاتم على حياة اليمنيين والمقيد لحركتهم فيما أطراف الحرب من حوتيين وشرعية يواصلان معاركهما لتحقيق مكاسب عسكرية بعيدا عن اختياجات الناس وهمومهم